السلام عليكم أخوتي وأخواتي ومرحبا بكم مجديد في قناتكم أخبار بلادي مع أهم أخبار الجزائر اليوم في الأخبار الجزائر تكتشف أنها عندها مواد مهمة للغاية مثلاً الليثيوم والجزائر الآن ستستخرج في هذا الليثيوم ورح يساعدها في الكثير من المجالات ويوفر لنا أخوتي ملايير دولارات من المواد اللي كنا بكري نستوردوها لكن الآن خلاص رح نخرجوها من الأرض التي تعنا وسبحان الله حاتي قد ما قلوا الجزائر فيها ثروات إلى أنه تبان ثروات جديدة وجديدة أيضاً الجزائر بشغل عندها الثروات مؤخراً رح يدخلت عالم التصنيع ودخلت عالم التصنيع بقوة لدرجة أنه الآن في الجزائر رح كيين أول مصنع لصناعة عربات السكية الحديدية المختصة في التراموي والميترو والقطارات الأول من نوعها في إفريقيا بأكمله عزيزي المشاهدين وأيضاً رح تبدأ العملية الآن تصنع للدول خارج الجزائر أمر جميل جداً علىها خوتي اللي مات أنا لحكيكم بزاف على الاستثمارات لأنه حبيتها قبل أن ندخل في هذا العالم باش الجزائرين يعرفوا بلادهم وش راي تصنع وش راي تدير مننا بجيك يقول لك واحد بلي احنا يا مصمار مصنعناش يا حصراه قلوا انت راك وتعيش تحت حجرات طول حياتك وماكش تشوف الجزائر الآن وش راي تصنع وها مليك الحفيس اللي تصنعها من الجزائر أيضاً في الأخبار وبخصوص الأخبار الأخرى بخصوص الجزائر الجرائد المروقية الآن تقول بلي هفيرتها لي واسمة راي تنوض حراك شعبي يعانف جداً في الجزائر علاه بك نقرأوا الموضوع هذا وش راي يقول وكراً نجبدنا المروق خوتي الملك التحم وبعدها مرور سبع أشهر والقريب الثمانية أشهر الآن على العدوان اللي انطلق على الشعب الفلسطيني ويعني وفاة والاستشهاد أزيد من ثمانية وثلاثين ألف شهيد أخيراً يقول تصريح نحن نوروكم مشغال أيضاً في الأخبار نحن نوروكم بواحد الفيديو وين الجيش الروسي فيها قام بالقبضة وأسر كامل الجنود الأمريكيين الآن في النيجر يعني الآن صلى الصيدان بين هذين الجيشين الكبيرين أمريكا وروسيا وخوتي في النيجر قرب الجزائر ونوروكم مشدارو الجيش الروسي للجيش الأمريكي قعدنا بعض المواضيع الأخرى لهم مع خوتي اللي راح نشاركوها معاكم قبل أن نبدأوا في تفاصيل تحديث الفيديو أرجوكم بدعمونا بالضغط على زل الإعجاب اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس الأمر هذي كلها تدعمنا نصدى بالحملات السينيار شكراً لكم أحياناً نكون ننظر هكذا في الفيديو وفي تويتر هكذا بش نجيبكم زعمال أخبار وندخل هكذا نجوزها على الفيديوهات نقل المراركة يقولوا والجزائري خصوا البنانة أعطلوا البنانة خصوا الماكلة أعطلوا الماكلة راح نضير لاشيين على الحليب ويبدوا ويتكاربوا وزعموا يضحكوا على الجزائريين أمر غريب جداً أخوتي بس عن هاري بزيت تبديس بحثت على الموضوع لقيت هذه الورقة قال لك هذي الورقة يعني للأسف يعني نسبة سوء التغذية في بلدان العالم كما راكم تشوفوا خوتي هنا كي تكون عندك اللون الأبيض يعني عندك ما الزيره بالمئة حتى للثنين فاصل خمسة بالمئة يعني تقريباً نسبة سوء التغذية من عادمة ويبدأ يحماق اللون كل ما زادت نسبة سوء التغذية خوتي رو ماركيو شوفوا الجزائر بيضة يعني راي هنا نسبة سوء التغذية فيها 0% 0% وشوفوا المروك اللي قدامنا تونس خير منها تونس راي هنا خوتي يعني نسبة سوء التغذية فيها بـ 2.5 حتى الـ 4.9 نسبة سوء التغذية في المروك واصلة للـ 10% الجزائر في هذرليستة خوتي من نسبة سوء التغذية رهم كلاسيا مع الدول الأوروبية المتطوية كما راكم تشوفوا هنا اللون تحكم اللون تح إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا والدول الأخرى كان حتى دول الآن في يعني أوروبا الجزائر أفضل منها كما راكم تشوفوا مثلا هنا هذا الدولة رومانية ولا أوكرانيا والدول ومحطة بها يعني لونها شوي حامق على الجزائر فمرة جاي هل يبدأ يتحكي علينا المروكي يقول لك آه روح كل بنا يقولوا يبدأ روح غطي سوء التغذية لا رأي في بلادكم الجزائر عندها زيرب مئة سوء التغذية قاعد يأكلوا لبس بهم خلينا نحكي لكم ضكوا شو صراح خوتي بين الجنود روسيا اللي يزردموا على النيجر الآن ولقاوا الجنود تحركوا شمنها وشدروا لهم فيديو غريب صح ملغوني يا روسي مهم خوتي هذه الجندية روسية وهذه الجندي أمريكي حكموهم وأسروهم ستشوفوا كفرامي عاملوا الأسرة تاع الجنود الأمريكيين صراحة الصفحة هذه مقاستيش على الصين لأنه قال لك يتشاركان الجيشين الروسي والأمريكي الآن في قاعدة واحدة في النيجر لكن هذا الأمر غير صحيح نحن تبعث على الموضوع تلقاو بللي الجنود الروس ضدموا على قواعد النيجر ولقاو الجنود الأمريكيين وأسروهم وأسروهم بصحة قدر ما يتعاملوا معهم بشطيح صراحة خاطئ يعني بالنسب بلينة وللجزائر كل الجيشين ما لازم يكزيستي وفي النيجر يعني في زوج لازم يروحوا لبلادهم كل جيش الروسي كل جيش الأمريكي وهذا بلما نشبحوها صراحة خوتي لأنه الجزائر ضد التدخل الأجنبي مهما كان دون استثناء فتوم ورش لكم خوتي في هذا الموضوع قبرونا لكم في تريقات تبتلكم هذا مصنع سيتال في عناب هو أول مصنع في إفريقيا والشرق الأوسط يعني نحكوها مشاق القارة زوج قارات كبار لإنتاج عربات السكك الحديدية السكك الحديدية في الجزائر في الجزائر جزائرية الصنع يعني البارح كتلك في وقتها وتم إنتاج عربات الطراموية في الجزائر يعني ديرهم في الجزائر العاصمة وكانين في سطيف وكانين في وهران وفي سيدي بالعباس وفي ورقلا في مستغان وقسانطينا وكان أيضا عربات قطر كوار كوارتيا وأمضى مؤخرا عقود لتصدير هذا العربات يعني أمر تصدير هذا العربات جديد الآن رح يتم تصديرها إلى الدول الإفريقية لعيدة بلدان إفريقية وزيدوا لي منشكو أخوتي ثاني للإيران يعني الجزاء الآن رح تبدأ تصدر هذا العربات تعليم ميترو وتعليم تراموي رح تبدأ تصدرهم للإيران خاطئ ومشغل إيران لعدة دول عربية على هذيك الجزاء الآن رح يتعمل على تقوية العلاقات بينها وبين الدول الإفريقية من خلال طريق الصحراء والربط بينها وبين موريطانيا وتحقيق يعني الاتحاد على الشامل الإفريقية والمغرب العربي للعمل والآن العلاقات الجيدة مع إيران مش تصدر لهم هذه المنتج الكبيرة وكاننا حاضر أخوتي نقول الجزائر تصدر عربات تعقيدان يعني مش هتصدر بطاطا الأمور هذه العائدات تحها ضخمة ويعني أثبتت الكاليتي تحها في الجزائر لأنه عدنا بزاف من يستالينهم في الجزائر وهم يعملوا بشكل جيد جدا ومنظم بخصوص ما تمتلكه الجزائر بشغل يد العاملة الجميلة وإنما حتى الثروات صراحة أمر هذا الثروات واليد العاملة مؤخرا بقى الجزائر بدأت تخدم بها كما قلنا لكم وقت طويل جدا الجزائر كانت تاكل برك على البترول وعلى ما يمتجه ولا وش تخرج الجزائر من أرضها من المحروقات أكثر بين دول العربية والعالم الآن اكتشفنا بلي جزائر عندها أكثر في الحقيقة ومش غير في غارج بيلات وكتشفنا بلي عدنا الحديد في غارج بيلات اللي ما حبينا نجبدوه بسبب عقد والاتفاق بيننا وبين المروق المروق يظل تخرق في الاتفاقات وكتشفنا أيضا بلي عدنا الكثير من الثروات من بينها الليثيوم بدأت الليثيوم خوتي مهمة جدا العالم كله يطلبها الجزائر كانت ترك دعا الليثيوم بلا مجيب أخبار الآن الجزائر بدأت تتخرج في الليثيوم من أرضها رح يستخدم في عدة مجالات أهمها الاقتصاد والصناع العسكرية وكذلك خاصة أننا مقابلين على تعزيز قواتي الاقتصاد والعسكرية كما قال السيد الرئيس ركائز الاستقلال هو الجيش القوي والاقتصاد القوية هذا الليثيوم خوتي لا يستخدم غير في الاقتصاد والصناع العسكرية يستخدم في الباطري يعني أحيانا الباطري تحت تليفونات وقع يستخدم هذا الأمر وكان شركات كبيرة جدا تطلب هذا المادة مثلا عندنا شركات آيفون سامسونج كلها تطلب مادة الليثيوم وحتى شركات صناعة صيارات الكهربائية مثل تيسلا يعني رح نشوف اتفاقات ضخمة للجزائر مع هذه الشركات بعدما قرر الرئيس تابون فتح المجال للمستثمين الأجانب بالدخول للبلاد في الأخبار وبعد يعني أزيد من سبعة حتى ثمن شهر منذ انطلاق الحرب الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة أخيرا ينطق الملك المروكي محمد السادس وبعد ما كان صامت لوقت طويل يعني الكل الآن بدأ يعطي رأيه وبدأ تتبان يعني آراء الدول لكن المروك كانت تخدم من تحت لتحت الموقع الفتاح كان باين يعني هل يديرون الفوت بتاع إطلاق النار طبعا المروك توافق على وقف إطلاق النار لكن من الجهة أخرى المروك عمرها ما قطعت يعني في نفس الفترة اللي رأينا فيها الحار في فلسطين وشفنا أيضا المروك تبعث جنود هاز عمى بشي تدربوا مع الجيش الإسرائيلي وين خوتي عندهم في فلسطين محتلة ولا بين قوس كما عيد راه هم إسرائيل وأخيرا شفنا المروك تحاول يعني تجمل صورة إسرائيل من خلال إرسال زعم المساعدات عبر الطائرات ومروك قاعدة تقول لعنى شوفوا إسرائيل شحنا سملا خلتنا ندخل المساعدات للفلسطين واذاك المساعدات خوتي توكل يا ربي عائلة وحدة ولا زوج يعني ليس بتك المساعدة الضخمة ودخل الطيارة وحدة برك الآن محمد السيدس ينطق بهذا الخصوص وش قال لهم خوتي قال لك الملك محمد السيدس يقول قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة عليه ينطق مثل هذا التصريح خاطئ لأنه في المروق زيما أصبحت الرئيس الدوري مجلس حقوق الإنسان العالمي وكل الأعضاء في حقوق الإنسان يعني رح يطالب بوقف إطلاق النار لمدى البشاعة لذا يعيش الشعب الفلسطيني في غزة أيضا الأمر هذا معاكس تمام صار لها كما هتلر لكن رح يطال جائزة نوبل للسنة بلد مستعمر مثل المروق محتل للصحراء الغربية وموافق على ما يحدث للشعب الفلسطيني ولرئيس المجلس حقوق الإنسان لهذا المروق زيما حبت تعطي باكت قول بلي مساكن هذوك تعف غاضون المهم حق إسرائيل وين تتبع الأسلحة لدمره من جون ترنيو عليهم في أرض كونتر الفلسطينيين يعني الحكاية صار لعك معاك دوما أخوتي وشراكم في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات في الأخبار بخصوص المروق ابدأوا نشرح أخبار غابية غريبة جدا قل لك لالجيري لفير دو لياسما بوغي شعبي آخر غاضب زي ما قل لك في حالة الكافة قررت تجي مع المروق وتعاقب الجزائر ولياسما الشعب الجزائري رح ينطفي حراك يعني هذا التصريح غبي جدا المروق حاط في رأس بل يحنا الجزائريين عايشين غير بالبالو ونتنفس البالو ولكن يحبسون البالو ونموتوا أقسم بالله يا خوتي غير أنه هذا الدوريات لن يسامع بها وقع هذا الفير أصلا سمعت بها غير بالبوليتيك لأنه يجيبوا الخريطة ولكن صرا هذا الماتش وليس ربح لم يكن سمعت بهذا الخبر أصلا كثير من الجزائريين لا يستطيع البالو هي الأوكسجين التي تحم صح نحب البالو ونتحب نتابع البالو صح على بيننا يعني يستطيع الحد بين البالو والحياة الواقعية لهذا الشعب الجزائري شعب واعي ما خلطوش بين هذه وليس كما الشعب المروكي اللي مساكن ما عنده حجو حد أخر يتاوي بها صراحة خوتي هذه تظهر نية المروك والرغبة التاعه يعني الأمنيات التاعه عم حابين يشوفوا جزائر تزيد في فوضى أخرى وهذه هي المواضيع الجذابة عندهم فترمو أشاركم خوتي بهذا بريطانيا عام 1901 كمراك تشوفوا 1901 هذه بريطانيا تسمى قولوا ما هي قديمة بزة بزة فعندها مية و 24 سنة 124 سنة بصح شوفوا كيف تبدل عام أخوتي شاركم ترماركي على بداية ملونة هذه التالوين غير كما دخلت في الحقيقة هذه نواري بلون في الحاجة الغريبة اللي رماركيت أنا أخوتي هما هذا النساء الكمل الكبير تعني لأنه الخمار كمراك ترى تقريبا 90% من النساء الكبار أو لا 99% من النساء الكبار لأنه ملونة الخمار كمراك ترى الآن جرموا هذه العفزة وهذا بريطانيا كانوا يلبسوها بحتي شام خمار 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 كانين يديني خمار خمار لم تتعو عن المسلمين الآن أصبحت جريمة وشكنا نشرها للفيديو أخوتي وعلق على هذا الموضوع صحفي بريطاني مسلم واسمه وديلي حسين وأثار جدلا بعد تعليق ها للفيديو للسيدة البريطانيات رام لابسين زي مكشور كمال حجاب هما طبعا كما لباك هم المسيحيين ثم حتى هم عندهم ذا اللباس داخل في دين التحهم سبحان الله كعلا دين كانوا متشابهين ويشبه بزاف حجاب إسلامي يعني لو كان شتها هكذا اليوم تقول بلي اي نرمال هذي مسلم راي الدورة وقال لك الكثير من النساء لواتي يرتدي الحجاب في العصر الإدواردي وهذا الأمر أغضب البريطانيين قال لك الحجاب وتعلم السلمين ومن ومن يعني وغير كما بدوا يتبدل تمشاكم خوتي في الموضوع خبرونا لكم في تعليقات كما اشتو هذه هي أبلز عنوان أخبار اليوم إذا عجبكم الفيديو أرجوكم كليكونا على لايك اشتركونا خوتي في القناة وفعل الجرس شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء